خليني أدخل في الأخبار عشان ما أطولش أنه حلقة النهاردة فيها كلام كتير جداً وهبتدي الحقيقة بماتش أسوان طبعاً إحنا عندنا طاهر وبدر كانوا غايبين في الماتش الأخير طاهر كان عنده ثلاثة انذرات بدر بنون كان بيشتكي من مشاكل في سنانه فالتنين دول إن شاء الله موجودين في سكواد الأهلي فيه في تشكيل أهلي إن شاء الله في ماتش أسوان بيتهيق لي أنه مباراة يعني مباراة أعطاء الفرصة الناس اللي كانت بعيدة الناس اللي كانت يعني إصابة طويلة أو الناس اللي كانت فنياً مش جاهزة أعتقد ده وقت أنك وظروف تسمح بأنك أنت تجربهم وفي نفس الوقت تريح الناس المستنزفة المجهدة عشان عندك مشوار الكاس وده اللي هنتكلم مع حضراتكم فيه لأنه اتحاد الكرة حدد موعيد ماتشات كاس مصر هنقولها لحضراتكم النهاردة وبالتالي أنت في تسع عندك أربع خمس ماتشات تقال جداً وما فهمش يعني لا يحتملوا هفوة الخسار ماتشات كؤوس وعندك نهائي أو سوبر أفريقيا مع الرجاء المغربي فإن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم طاهر وبدر هيكونوا موجودين في الماتش اللي جاي حتى فيما يتعلق بموسيماني يمكن صحف جنوب أفريقيا طبعاً متابع موسيماني ومتابع نجحاته يعني أعتقد أن رجل مكسر الدنيا ويمكن تجربته مع الأهلي لفتة أنظار القرار الأفريقية كلها اتكلمت على خسارة موسيماني لدوري المصري وقالت الحقيقة صحيفة إديسكي تايمز أنه بيتسو بيغيب عن اللقب وقالت أنه الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لم ينجح في الدفاع عن لقبه لقب الدوري الممتاز وخسره مبارح كمان الصحيفة تكلمت وقالت أنه نتيجة خسارة أو تعادل الأهلي مبارح كان سبب مباشر في تتويج الزمالك بطولة الدوري الممتاز لأول مرة من ست سنوات وخسارة الأهلي وموسيماني اللقب على الرغم من عدم هزيمتهم في آخر 15 مباراة في الدوري صحيفة نفسها يمكن كمان نشرت تقرير بعنوان رئيس الأهلي كابتن محمود الخطيب بيدعم بيتسو وقالت أن محمود الخطيب خرج ودعم بيتسو موسيماني وفرقته بعد خسارة لقب الدوري الممتاز زي ما حضراتكم شايفين كده الأهلي بريزيديند باكس بيتسو أفتر تايتل بيس طبعا يعني في تأكيد أنه فريق السنة الجاية لنادي الأهلي مقارنة طبعا بموسم أكتر من ناجح مطلوب منهم تحديات كبيرة جدا وهيشاركوا في عدد كبير جدا برضو من البطولات يعني أنت هتشارك في سوبر إفريقيا بداية هتشارك في كاس عالم يابان هتشارك في دولي وكاس جداد وهتشارك كمان في كاس عالم أندية وبالتالي إن شاء الله بإذن الله أنت أمام إن شاء الله بإذن الله هكذا نتمنها وهكذا وعدنا أنها في هذا الموسم الاستثنائي أنت أمام نسخة سوبر إن شاء الله بإذن الله من النادي الأهلي طيب خليني أروح بعد كده لصحيفة ألوال الجنوب الأفريقية اللي كتبت تحت عنوان تبدو وظيفة بيتسو موسيماني آمنة رغم فسأله في الدفاع اللقب الدوري المصري مع النادي الأهلي